بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الابيثيليم ونتكلم على الخلايا المدخصصة اللي هو اللي هي الطلاقية الغدية. والطلاقية الغدية مبدئيا هتفرز اطلع افرازات اللي قسمها الى نوعين ان الغدة تبعبرة عن خلية واحدة بسمها غدة خلية واحدة اللي هي بسموها زي الخلايا الكأسية بالشكل ده كده. واللي بتطلع افراز بالشكل ده بتطلع المخاط المادة المخاطية. بديبقى ده وتبعت موجودة في بتاع الايه? بكثرة. طيب النوع التاني بقى من الخلايا ده خلاص قلنا ده مثال طيب الغدية كلها لا. معظم الغدية اللي موجودة في جسمها حمارة عن ملتي سيلولر جلاند. يعني غدد عديدة الخلايا. وتتأسم من نوعين بقى. النوع الاولين اللي هو الاندوكراين جلاند اللي هو داكتليس جلاند يعني غدد بدون قناة. ادي الغدية موجودة ايه كده وما فيش قناة تطلع على الافراز بتاعه. او ما الافراز يطلع عن طريق ايه? يطلع للبلاض مباشرة وفي الحالة دي زي مين? زي الثرير جلاند زي الادرينال جلاند كل الغدد اللي هي مرهاش قناة يسموها الاندوكراين جلاند للغدد الصماء او الصم. طيب اذا كانت في غده موجودة كده وطلع منها قناة بالشكل اده كده زي السويت جلاند. يبقى في الحالة دي بتقول عليها اكسوكراين جلاند او اكسوكراين جلاند وزو تاكت زي السليفر جلاند زي السويت جلاند غدد العرقي. يبقى على حسب ايه? على حسب في قناة او لما فيش. طيب اللي ما فيش فيها قناة دي دايما بتفرز ايه هرمونز. طيب اللي فيها قناة دي بتفرز ايه? اما تفرز انزايمز او ميوكس او ميكس بتوين ذي. الجلاندل البريثيريوم types of glandular secretions. اكسوكراين and endocrine. glandis have ductis. have no ductis. لون endocrine. they secrete through ductis into the surface of the gland. شفت على سطح الغدد لان هي بتطلع القناة. والقناة ما ما طلعت قناة سيارة فتبقى قريبة من الغدد. لكن دا release the hormones. دي تطلع هرمونز ايه? into the blood stream. في طيار الدم. وبالتالي تأثيرها يبقى ببعيد خالص عن مكان الغدد. طيب دي تفرز ايه? الاكسوكراين? سرس اما بتون غدد. سرس يعني enzymes. تفرز انزايمز. او تكون ميوكس. او تكون ليه غدة مشتركة او مختلطة? لانها عبارة عن اكسوكراينجلاند واندوكراينجلاند. معظمه. اكسوكراين ما بينهم بعض كده يبقى فيه جزر اسمها islet of langerhans. جزر langerhans. دي عبارة عن ايه? الغدد الصم او الغدد الصماء الموجودة في البنكرياس. اللي بتفرز الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين وده الهرمونات موجودين. بتطلع على طول على مين? على البلد اللي بتحكم في مستوى السكر. ده بيقلل السكر والجلوكاجون. ده ايه? يقلل السكر اللي في الدم. يبقى طالما بتفرز هرمون تبقى اندوكراين. يبقى يطلع منها على طول على ايه? على البلد. طب جزء التاني يطلع منه قناة كده. تتاخد ايه من ايه القناة دي? تفرز ايه بقى? تفرز البنكرياتيك جوس. العصارة البنكرياسية. the most digestive جوس. اهم معصارة عظيمة في القناة النظمية. على طول تتصفي فين? في small intestine عن طريق البنكرياتيك داكت. اللي بتدخل في الهيديودينو. ايه? يبقى الغودة ده ما قلنا يونع سيلر. سينجل سيكريتري سيلز. زي الجوبليت سيلز. او ملتي سيلر موستي جلاند. انزا بادي. الكل الغودة اللي موجودة في قسمك عبارة عن ملتي سيلر. الجزء ده. ده الميوكس جلاند. عصد تخروج الميوكس او. وده اللي هي. myślenolar جلاند. اه. كده احنا خلصنا ال 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 وتشو. والا بيثيل التشو تحديدا. آ الانساجة اللي احنا كلمنا على قبل كده خالص اللي هو ال كان فيها. كان فيه زي ولوز كونيكتيب تشو وال دينز كونيكتيب تشو والريتيكلارك كونيكتيب تشو نكلم طبعا على د produz وكرمنا على ال دينز. اللي اللوز والأديبوس كمان اتكلمنا عليه اللو فيه كولاجين وفيه الاستيك فيه هنا الفايبرو بلاسس عشان تبقى سطر الفاتس بتسموها في الحالة دي فاتسيل او الأديبوسايت طبعا اللوز كونكتب تيشو زي الإيرولار صوت به الإيرولار نسيق الضام الفاجوي بين التيشو عند الأورجنز ده طبعا بنيت دا سكين الدينسبة اللوى الكونكتب تيشو كان فيه بندلز تبقى لياف متوازية وده كان موجود في التندن والليجامنت الأربطة والأيه والأوطار ولو كانت موجودة الرجلر وتبقى البندلز دا نان بارلل مش متوازية ولا حاجة وده كان موجود في في الأدمة بتاعت الجلد تحت تحت البشرة تشو فيه ريتكولر فايبر وده موجود في الكارتليج يكلمنا على كارتليج كلمنا على والفايبر وكارتليج فيه هنا ألياف كلاجين هنا ميني الاستيك فيبر وهنا سترونج كلاجين هنا هنا كلاجين ولكن ده كانت هنا وحنا وهنا طبعا الاستيك فيبر دا موجود في الغيران كارتليش او في الإير والنوز ده موجود في النوز وده موجود في الأسوان الأزن إذا قلنا قبل كده سوان الأزن وده موجود اللي كانت موجودة بين الفقرات وبعضها البون إما يكون ده اللي ميزه طبعا أنه ي أو وده موجود في الاسكولوتن الموجود في والسبونجي بون اللي هو اللي ميزه طبعا العوارض اللي تبقى ممتلئة بريد بون مارو موجودة في الاندس اف لونج بون او في اللاينينج بتاع البون نفسه البلود بلازمة بلاز السيلز وده موجود في البلود فيزلز نتكلم بعد كده على آخر جزء خالص في الاندوثيريال تيشو الكنسر الكنسر على حسب نوع الانسقة 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 فلو كان الانسقة نقول في الحالة دي الكنسر بنوع ساركوما طيب الليمفومة ده يبقى الكنسر ده موجود فين في الليمفاتيك تيشو طيب الليوكيميا ده طيب الكارسينوما ده الكنسر تيشوب على حسب موجود فين الكنسر نجع فين نقسم انواعه ساركوما لينفومة ليوكيميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى